وفي ملف الموازنة أكد رئيس مجلسي النواب والوزراء محمد الحلبوسي ومحمد شيعة السوداني على ضرورة الإسراع بإقرار مشروع قانون الموازنة المالية الرئيسة ناقشا الأوضاع العامة في البلاد وأبرز الملفات التي تعمل عليها الحكومة بشكل متوازن في إطار برنامجها وأولوياته بما يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين في توفير أفضل الخدمات وتحسين المستوى الاقتصادي وأشدد على أن تمرير الموازنة يسهم بتلبية متطلبات البرنامج الحكومي في معالجة ملفات البطالة والخدمات والفقر والإصلاح الاقتصادي والحد من الفساد المالي والإداري